مرحبا وكيف الحال؟ التستسترون هو السبب لمعاناتك أو معاناتك من زوجك في الأيام هادي كثير من الرجال بيشتكوا من أنه ما عنده قدرة جنسية، الانتصاب عنده غير كافي ما عم بيجي الشهوة الجنسية أزاساً، ما عم بتحفز زوجته على القيام بواجباته تجاهها وأكيد هي ما بتكون مبسوطة ولهو بيكون مبسوط لما يشوف أنه عماله بيعاني عشان يعمل واجبه اللي صار مفروض فرض عليه في حلقتنا اليوم رح نتطرق لموضوع كيف نرفع التستسترون ونريد رجعك شاب زي ما كنت في عز شبابك في العشرين من عمرك هذا الهرمون ممكن نرفعه بتسع خطوات أساسية رح نحكيها بالتفصيل اليوم ونحكي ليش عم بتأثر عدم التزامك فيها لتعاستك وسوء صحة علاقتك الصحية الجنسية مع زوجتك اليوم بنا نجاوب على مجموعة من الأسئلة نحكي عنيش علاقة التستسترون بالانتصاب ونحكي هل بتأثر العادة السرية اللي بمارسها 60% من الرجال على علاقاتهم الزوجية وبتأثر على هذه العلاقات كل هذا وأكتر رح نجاوبه في حلقتنا اليوم اكتبوا لي في التعليقات هل بتعاني من مشاكل معينة مع زوجتك أو بتعاني من مشاكل بتعاني من زوجك أنه عنده برود مخيف تجاهك الحل موجود في هذه الحلقة فأكيد جيبه ورقة وقلم وفنجان قهوة وشوية مكملات خلينا نبلش بكل التفاصيل في البداية حتى تعرف أنه عندك نقص في هرمون التستسترون أو لا الموضوع بسيط حتى تقدر يتميزيه على زوجك فبتلاقي زوجك فقط رغبته الجنسية فيك برود لا يصفه برود بعديها حتى لما يتقرب منك ويتورط ما بيكون عنده قدرة على الانتصاب وحتى إن كان بيكون محرج إله ومزعج إلك بعد هيك بتكون رجلك تعيس مكتئب على الدوام دائما بيفقد الذاكرة وعنده نسيان وانزعاج ملحوظ هذا الرجل اللي دائما مزعوج بيكون عنده بلش علامات التثدي لأنه بلش يتحول لأنثى على أردافه صارت تزيد وبنفس الوقت شعر جسمه بلش تقريبا يكت لأن قصر التستسترون إشي مؤذي للرجال فهو بيؤدي لفقدان الكتلة العضلية وحتى لما يروح على النادي ما بيقدر يبني عضلات وبرضو بيصير عنده هشاشة في العظام للأسف اللي بيصير عنده هذا النوع من هبوط التستسترون بيوصل لمرحلة العقم بكل بساطة لأنه إفراز الخصيتين من الحسواء النوانوية بتكون كميتها قليلة أول طريقة لازم تعملها حتى ترفع التستسترون إنك ترفع الكوليسترون عندك في الدم إذا أنت من الناس اللي عندك سكر ومقاومة إنسولين وارتفاع في دهنيات الدم بسبب أكلك الكتير للفواكه وعطاك دكتورك دولستاتن الكوليسترون وحبلش تشعر بألم في العضلات واكتئاب فقدان بالذاكرة وبطلت تختفي وبطلت تبين قدام مرتك ومرتك دمان بتدور عليك ضعفك الجنسي صديقي بسبب هاي الحبة الغير مثبت علميا إنها بتزود طول عمرك بجوز يوم أو يومين في خلال فترة استلزامك كامل أضف إلى ذلك إنه الكوليسترون لما أنت بتستخدم حبوب الكوليسترون بنخفض 7.5% فتوقع الضعف الجنسي يكون واضح وصريح لا ترد على الأكاذيب اللي بتحكي لك الكوليسترون مؤدي أو إنه أنت وقف البيض ووقف الدهون حتى تتقلل الكوليسترون فبينت الدراسات إنه ما بيأذي ارتناولك للكوليسترون إلى ارتفاع الكوليسترون فما توقع ضحايا التسويق الكوليسترون اللي أنت بتاخده من خلال دهونك الصحية ومن خلال لحومك هذا هو صحتك وعافيتك فححرص على إنك تاخد حميات عالية بالدهون متوسطة في البروتين أكيد قليلة بالنشوية أما الخطوة الثانية فإنك تقلل النشويات صديقي لما أنت عمالك بتستهلك سكريات ونشويات هذه السكريات بتزيد عندك مقاومة الإنسولين وبالتالي بترفع الإنسولين ارتفاع الإنسولين مش بس برفع لحاله بقليل هرمون النمو اللي ببني لك عضلات برفع أنزيم أو هرمون الأروماتيز اللي بكل بساطة بكل براعة بيحول لك هرمون التستسترون الذكوري إلى هرمون إستروجين نسائي عندك في الكبد فهو من أهم صفات اللي بيكون عنده مقاومة إنسولين زيادة البطن وظهور التفدي بسبب هذا الأنزيم اللي أنت عمالك بتزيده بكل كمية سكر عمالك بتاكلها إذا كانت سعادة الرجل في بطنه فتعاست السيدة في بطنه كمان فإذا أنت عمالك بتحضري له حلويات شرقية وبتركزي على استخدام السكريات في أكلك فأنت بتسببه الضعف الجنسي اللي يخلى زوجك يبعد عنك فديري بالك وحاولي إنك تساعديه في تقليل نشوياته فيوقف الفواكه يوقف أو يقللها إلى الحد الأدنى ويستبدلها بالتمر يوقف الجرز يوقف الخبز والحلويات الشرقية وعصيرات الفواكه قطعا مطلقا أما النقطة الثالثة فاليوم فهي ممارسة الصيام متقطع من البديهيات اللي بتصير عند أي شخص بيقلل النشويات المضرة إنه بيبلش يشعر بالشبع فبصير عملية الصيام متقطع أكثر وأكثر سهولة عملية الصيام متقطع بتقلل الفترات اللي بتاكل فيها واللي بتحفز الإنسولين وبتزيد كمية هرمون النمو اللي بيحفز معاه هرمون التستسترون اللي هو هرمون الذكورة عشان هيك بتلاحظ الناس اللي بتصوم وتقطع أكثر سعادة خصوصا من الرجال إنسان سعيد هرمون التستسترون مبيض وجهه معمرته على كل لما أنت عمالك بتصوم حاول تصوم تحديداً 18 ساعة وإذا عمالك بتعمل تمرين رياضي لرفع التستسترون خذ بعد تمرينك الرياض شوية بيض فهو ممتاز لدفش التستسترون وبناء الكتن العضلية اللي حتزيد جمالك وجاذبيتك النقطة الرابعة لليوم اللي هي أكيد الاعتدال في البروتين جماعة اللي بروحوا على النادي الرياضي وبسوق اختياراتهم في البروتين كتير مرات بدل ما يطلع له صدرين مرتبين للرجال بسبب عضلة البكتوراليس بطلع له ثديان زي الأنثى كيف ليه؟ لأنه بكل بساطة ببالغ في كميات البروتين وبجيبها من مصادر كتير سيئة احرص على أنك ما تاخد أكتر من 60 ل 70 جرام بالبروتين بالوجبة الواحدة لما تكون من وجباتك ويكون كمية البروتين اللي بتاخدها إذا تمارس الرياضة بحدود الواحد إلى واحد ونص من وزنك حتى تبني كتلة عضلية احسن اختياراتك في البروتين زي ما حكينا في حرقة البيض فالبيض هو أفضل نوع من البروتين فنص كمية البروتين الموجود في البيض بتحول لكتلة عضلية في جسمك وابتعد عن أسوأ أنواع البروتين زي السوبرولينا أو البي سي سي اي اي اللي تقريبا من واحد لستة في المية فقط من كل البروتين اللي فيها ببني عضلاتك إذا أنت رحت على البروتين بارز المصنوعة من الصوية فأنت عمالك بتصيد هرمون الأنثى والإستروجين وفا ما تتستغرب إذا صوتك صار أرفع ما كبر حجم عضلاتك أما النقطة الخامسة في اليوم فهي ممارسة الرياضة فما ببني العضل إلا هرمون التستسترون وما برفع التستسترون إلا الرياضة الرياضة اللي ببني تمارسها لرفع التستسترون في عندك ثلاث أنواع رئيسية من الرياضات ممكن تختاروا تنقي فيها وكل واحد له إيجابيات وسلبياته على كل أفضل أنواع الرياضة اللي ممكن أن تتمارسها هي تمارين الهت انتنسيتي أو هاي انتنسيتي انتيرفل تريننج نسميها الهت وهذا التمارين برفع النبض القلب إلى الحد الأقصى يعني بوصلك للحد الأقصى اللي ممكن يوصل نبضك فيه بفئتك العمرية هذا النوع من التمارين ممكن تتمارسه لمدة ساعة هذه الساعة تكون مقسمة إلى فترات من عشرة إلى خمس دقائق من التمرين المعتدل بعد ثلاثين لثانية إلى دقيقة من التمرين العالية الكفاءة اللي بترفع النبض فيها للحد الأقصى وحرفيا تقطع فيها نفسك هذه التمارين ممتازة إذا كنت أنت بتنام وهي أكثر التمارين تحفيزا للتستسترون إذا بننتقل للنوع الثاني من التمارين اللي هو تمرين المقاومة التمرين المقاومة بتتميز عن تمرين الهت إنه ما بترفع الإجهاد والسترس إذا عندك توتر وإجهاد فأسوأ إيش ممكن تسوي تمرين الهت فروح على التمرين المقاومة التمرين المقاومة بتحفز بناء الكطة العضلية وتضخيمها وبتستهدف نوع من الألياف العضلية اللي بتتضخم بطبيعتها وقوية في حمل أوزان ثقيلة هذا التمرين طبعا بيهدم العضلة أثناء التمرين وعادة مدة التمرين من 30 إلى 45 دقيقة مدة 3 أرات في الأسبوع كفية لترفع لك التستسترون وتجمل وتضخم عضلاتك طبعا النوع الثالث من التمرين اللي برفع التستسترون هذا للناس اللي لياقتهم العضلية وبشكل عام ضعيفة شخص مع عمره مارس رياضة بروح للنوع الثالث وهي تمارين الاندورنس هذا التمرين هي تمارين الجريء السباحة وبتحاول تختار نوع من التمرين بتمرن معظم عضلات الجسم حتى تكتر كمية التستسترون لازمة لإعادة صيانة هذه العضلات هاي التمرين بتزيد من نشاط القلب وبتحسنه بتحسن عملية التنفس فبتقلل مقاومة الإنسلين بتقلل الإنسلين بترفع لك التستسترون أما النصيحة السادسة فهي موجهة للسيدات ضروري زوجك ينام بدري حتى يقل التوتر عنده ما يرتفع الكورتزون ويرتفع التستسترون في وقته الطبيعي ترى يعني لما الواحد الإنسان الطبيعي يكون ينام نوم طبيعي تقريبا من 6 إلى 7 ساعات وبنام الساعة 11-12 بالكتير وبنام له مدة 6 ساعات من النوم العميق بكون التستسترون في أعلى مراحله التسترس في أقل مراحله والكورتزون اللي برفع الإنسلين والسكري وبيقلل التستسترون بيكون قليل جدا طبعا إيش بيصير لما أنت تنام كويس التستسترون بيكون في أعلى مراحله الساعة 6 من 5 إلى 6 الفجر وهذا اللي بيخليك أنه دائما بتحس برغبتك الجنسية وقمة الانتصاب صباحا لما بتصحى من النوم فلما أنت بتصهر بالليل بيجيك الارتفاع في التستسترون في الساعة 3 وإنت مداوم في شغلك فإذا بدك زوجك دائما يرجع لي خليه نم بدري عشان يكون وهو عندك تستسترون عنده عالي بالإضافة أنه أنت لما بتصهر بالليل بنخفض التستسترون اللي عندك صديقي يعني حركة 15% أنت بيأحوج فما فيهم لما كل ما يتقدم عندك العمر خصوصا إذا عندك مقاومة إنسلين وسكري صديقي أما النقطة السابعة لليوم فهي تقليل الاستروجين وخسارة الوزن أعلى سبب لأسباب زيادة الاستروجين وهرمون النسائية عندك يا صديقي ارتفاع كميات الدهون الموجودة عندك في البطن والسديين اللي عمالهم بيفرزوا لك استروجين عم بيتغلبوا على التستسترون اللي انت عماله بتعمله حرفيا خصوصا إذا انت عمالك بتتعرض لإشي بنسميه الهرمون زي عمالك بتشرب من البلاستيك أنينة المي المحطوطة عندك في السيارة اللي البلاستيك اللي فيها مع الحرارة صار جوه المي وعمالك بتشربها ومبسوط من الارتواء لكنك فعليا عم تشرب مرضك بإيدك ابعد عن استخدام المنكهات الصناعية اللي بترفع الاستروجين أصدقاء المدخنين رغم أنه التدخين برفع التستسترون حسب الأبحاث لكنه بيسرع من انخفاض التستسترون مع العمر فأنت أثناء عمرك لما توصل لعمر الثلاثين وخمسة وثلاثين بنخفض كتير هرمون التستسترون في الوقت اللي عند السيدات بكون هرمون الاستروجين النسائي في أعلى مراحله في الخمسة وثلاثين والسبعة وثلاثين وبتكون بأمس الحاجة زوجتك إلك وأنت عم بتدخن وبتخرب البتاع عشان يأذيك ويحرجك لما يصير عمرك خمسة وثلاثين أما نقطتنا الثامنة لليوم فهي لأصحاب كروش الوجاهة هذا الشخص اللي بتشوف كرش وبازز لقدام ثلاثة أربعة متر وبحكي لك هو رجال بدون كرش ما بسوى كرش أكيد اللي حكاها مش سيد لأنه هذا بشكل عام اللي عنده كبد دهني وبطنه بمتفخ بسبب المي المحتبسة ورا الكبد عادة بيكون الأستروجين عنده كتير عالي وهذا الشخص بيكون بيعاني من الضعف الجنسي وضعف الانتصاب لأنه الكبد فيه هرمون اسمه 6 هرمون باينين جلوبيولان وظيفته هذا الهرمون أنه يمسك الأستروجين الزايد عندك ويحوله لتستسترون وموجود هذا الهرمون في الكبد لما يكون عندك كبد دهني هرمون الأستروجيني بتصنعه كل خلايا الدهون عندك بصرح وبمرح في جسمك وهذا الهرمون بنزل مع الكبد الدهني فحرفياً بيزداد صوتك نحافة ويزداد ضعفك على ضعفك ضعف الله يشفينا جميعاً أما النقطة التاس على اليوم وقبل ما ننتقل لسؤال المليون أنه هل العادة السرية بتأثر على التستسترون وقدرتك الجنسية خلينا نحكي عن المكملات بترفع لك التستسترون التستسترون هو هرمون جنسي بحاجة للزنك فلازم تاخد زنك بحدود 50 ميلي جرام وكيد تفحصه بشكل دوري حتى ينتظم هرموناتك الجنسية بحاجة للفيتامين دال بالإضافة لحاجتك لأنك عشان ترفع نشاطك خد الجنسي بالإضافة لحبوب اللقاح الماغنيسيوم بيحساعدك على أنك تروح على النوم مع الأشواجندة فبيقليلوك التوتر فبيرتفع عندك التستسترون وهو نوصل لسؤال الحلقة لليوم فركزوا يا شباب هل بتأثر العادة السرية على التستسترون عندك وجودة العلاقة مع زوجتك الجواب بكل حيادية العادة السرية هي انعكاس لكمية التستسترون يعني عندك تستسترون كويس تقدر تمارس العادة السرية أكتر الممارسة العادة السرية هي نوع من الرياضة للعضلات وممكن مشاركتها مع الشريك لكن بك تعرف أنه في دراسة تمت على 6 أسابيع مسكوا مجموعة من الرجال وقفوهم عن ممارسة الجنس أو العادة السرية لمدة 3 أسابيع نتجة الدراسة بيّنت أنه لما يرجعوا لممارسة الجنس كان مع شريكهم أو مع عن طريق العادة السرية يزداد كمية التستسترون تقريبا بحدود 25 إلى 30% عن الوضع من قبل الإيقاف طبعا لأن العادة السرية ممكن تتسوى كل يوم أو كل يومين فبالتالي كمية التعداد والتكرار فيها عالي فبتخفض لك أو بتحرمك من ارتفاع التستسترون لما يكون مع زوجتك اللي ستكون على فترات نوعا ما متباعدة ليس مثل العادة السرية أضف إلى ذلك أنه حسب الدراسات التي صدرت حديثا في 2020 أو 2022 تحديدا بيّنت أن عملية العادة السرية خصوصا مع الأشخاص مع المدد تفزم فترة زمنية طويلة والشخص من أول البلوغ مع معظم عمره بسويها عماله بيصير مع الاستحادة المبالغ فيها حتى يقدر ينهي الموضوع بسرعة ويقدر ينام ويرتاح بيصير عنده نقص في كفاءة الإحساس في القضيب والاستثارة والاستمتاع مع شريكته فبصير عملية التحفيز لأداء العلاقة الصليمة الصحية على الفترة مع زوجتك صعبة وبالتالي بتصير علاقتكم مع الوقت بتصير أصعب وأصعب على فكرة هرمون التستسترون عندك في أعلى أوجه بيكون في عشرينات من العمر لما تكون تفكر بالزواج وعند السيدات بيكون الهرمون أعلى الاستروجين أعلى في مرحلته في الخمسة والثلاثين إلى السبعة والثلاثين فلما أنت تتزوج وتمارس العادة السرية باستمرار ويصير عندك سكري وقاومة إنسولين وأمراض مزمنة أساساً بتضعف قدرتك الجنسية مع مرأة مارستك للعادة السرية تضعف فرصك في الاستمتاع مع زوجتك ففي أمس الحاجة إليك بتكون هي وإنت بتكون مسود وجهك متقادر تروح تواجهها في نهاية الحلقة لليوم اكتبوا لي بالتعليقات أي أسئلة وما تنحرجوا هذا الموضوع علمي بحت وإن شاء الله بتوصلوا للشفاء جميعكم وأكيد في نهاية حلقتنا لليوم إذا شفت المعلومات بالفيديو مفيدة أكيد لا تبخل على غيرك بالشير فنشر المعلومة أكيد خير وزكاة العلم نشره وما تبخل على حالك بالاشتراك في القناة وتكفيس شانت الجرس اعمل زل الرايك تقدروا تتابعوني وتنضموا لي عالمنا الرائع بالفيس بوك عالم سمارة سكيتو أنت فاستنج تنت هذا العالم اللي في 130 ألف شخص بالإضافة بيقدروا تتابعوني على الإنستجرام سنابشات تويتر وتيك توك وأكيد كل ما في الحلقة من معلومات ومصادر موجودة في صندوق الوصف وموجودة تحت فيه مثبتة في التعليقات نهاية حلقتنا اليوم إذا بدك تعرف إيش أفضل بلوتين على وجه الأرض أو بالأحرى بدكم تعرفوا ليش البيض برفع التستسترون شوف الحلقة اللي هون ونشوفكم على خير وبأمان الله شكرا